عشان قوم منوعب بدلا ما نقول كل الاشياء ولو pretending فدي كان من اللعطات التريفة بطه وكان من الجيل بقى معاك كنت تلي حلم كان معانا على علي خليل حلم طلهم شاتو عبد الشافي محمود رشدي عزدن يعقوب طبعا مسابة البطل ولغير بقى اللي هو كان من القالي كن إحنا تلاثة السمري ومصطفى الزهران وانا. وانت. وغير ثابت يعني. طب انت اخر سنة لعبتها في النادي علي كان السنة كامل؟ 82. 82. بعد ما لعبت طولت افريقيا لو كنت بطلت. اه. لأ ما لعبت بقولك ماتش في اللي هو الاخراني ماتش الزهاب. ماتش الزهاب. الاياب كان لأ الزهاب والقياب انا لعبت الزهاب والقياب روحنا سافرنا كنا بنلعب في تنزانيا. اه. اه. وكان مفروض انا هلعب بالماتش ده برضو. وبعدين ملعبتش. عصد بقى مشكلة كده ومشينا علي. نهيت حياتك ازاي في النادي الاهلي؟ بعد كم سنة؟ من 96 إلى 82 يعني 13 سنة مثلا. 13 سنة. وانت ماشي من النادي الاهلي انت كنت راضي على مشوارك كله اللي انت عملت في النادي الاهلي؟ انا راضي عن مشواري بس كنت اتمنى يكون اكتر طبعا. الاصابة ها؟ اه. انا لأ مشيت قبل ما اصيب. انا مشيت قبل ما اصيب. انا اصيبت في المولي العرب. جالك جالك ازاي الخبر. جالك ازاي قالك الاستغناء عنك. انت فاكر بقى. لا ما انت عايز تقول لي السادة المشاهدية انا مش كل حاجة احكيالي. لا مش على خير تحكيالي. يعني انا معرفش احنا خلصنا الدوري وخلصنا الماتشات دي. كان من المدرب؟ كان مدرب في كلوتشاي. اللي جي بعد ايدكوية. كان جاي الموسم الجديد كابتن جهر. كابتن جهر 82. احنا سفرنا تنزانيا نلعب في تنزانيا. اه. لا كابتن جهر جي من دور 8. كابتن جهر جيب من بداية الموسم. كان من دور 8. من دور 8 في مفريقيا. لانا كنا خلصنا. انه كان بداية الموسم موجود. يعني كنا لعبنا الفترة الاونية الماتشين الاونين دول. اه. الماتش التاني اللي هو كان الاياب بقى كنا في تنزانيا. اه. كنا كسبانين في مصر 5-0. مزبور. وروحنا هنلعب هناك. قال التشكيل في القوضة. يوم قبل الماتش بنص ساعة أو ساعة. اه. فلقيت نفس انا بقى الستاشر. انت حاسب بقى من نفس من. اتقهرت. اتقهرت. اه. وما كانش ايلك هو. ما حدش يعرف. ما كانتش حد ايه الحاجة. اه. وطلعت. فجئت انت بقى. خرجت بره الملعب قعدنا. خلاص اليوم عدى وبتاع والسفرية كلها عدت ورجعنا مصر. وبنحتفل بقى في الحفلة بتاعة التوزيع الجواز اللي هي كنا كسبانين الدور يعني. اه. تاك 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 خلاص الناس تلعت وسلموا. كل واحد خد جازته اللي هي. شهادة دي ألف جنيبين. اه شهادة سمار. اه. ولقت اه كابتن زي زب. بنادي علي بقول لي ايه عايزك. وقت قلت اه ماشي. روحنا عادنا في قولة كده. قال لي معلش احنا السنة الجاي مش هنقيدك. مش هنقيدك. متكلمش معا انت خلاص؟ انا ما نطقتش. خلاص؟ ولا قلت له ليه ولا مجريش ولا اي حاجة. اه. خدت بعدي. خدت الخبر ازاي؟ خدت بعدي وروحت اه ما روحش على بيتنا. اه. روحت على بيت اللي والدة. وانت ماشي كده ايه اللي يدور في الزهنة؟ انا يعني ما عرفش الدنيا سودة في واشر. اه. يعني دخلت القوضة عندي اللي انا كنت فيها وانا صغير يعني. واحتقافل باب علي وقعدت ع السرير. اعتقد يمكن مسلا اتنصف ساعة وانا بابتل. مش ميصدق. اه مش ميصدق. اه. يعني ليه وازاي وفق يعني امتى يعني ما. 28 سنة كنت. اه. يعني ما. يدوم مقدمات كده. ويرجعنا بقى بنسأل بقى يعني طب انا ليه ماشي. كل الناس سألت الكابتن حسن حمدي. كان هو ساعتها سابل كان مدير كرة اول سنة. بالزبط. فسألت الكابتن قال لي ازاي؟ كان كابتن حسن عوض مجلس الدارة بقى. اه كان ساعتها بقى هو نائب رئيس او عوض مجلس الدارة. اه كان عوض مجلس الدارة. قال لي ازاي وكده طوله الله ما معرفش. طيب ايه. قال بس انت عارف طبعا يعني مبادئ النادي الاهلي من احنا نتدخلش في قرارات اللي هي باخدها الجهاز او الادارة. كابتن صالح سليم برضو نفس القصة. قال لك. سألت كابتن صالح. انا ما اتكلمش معاه اصلا. اه. اه. انا كابت صالح رئيس النادي. اه. فالمهم فات كده اسبوع الحاجة قال لي بص يعني احنا سياستنا معروفة. ما ما تدخلش في قرارات اله الادارة. كمجلس الدارة. اه. كمجلس الدارة. الكرة الوحدة. الكرة الوحدة والمجلس الدارة الوحدة. انما طبعا يعني هو شيء مش مش كويس وكل حاجة بس يعني. وقال لك رأيه. انما ما ما فردش على الكرة حاجة. ما فردش على قدرت الكرة حاجة. اه. بس خلاص ومشيت بقى وقلت خلاص انا وعملت حديث في الجورنال كده وبتاع. وقلت خلاص امش يعني هكمل دراسة بقى. الحديث اللي انت كتبته في الجورنال. او في الجرائد بمعنى صح يعني. كتبتي فياكن انت كتبتي في ايه؟ انا فجأت زكاة الكرة حياتي. فالدراسة هي مستقبلة. مستقبلة. ده كان العنوان بتاع. فده سنة 82. طلعش منك اي الفاظ ولا اي حاجة. ولا الحمد لله. اللي انت تربط في النادي الايه اللي بابضل طول عمر كده. الحمد لله زي ما انا زي ما انا يعني ما غلطش في حد الحمد لله. طيب. بعد ما مشيت مشيت فينادي عملك ماتش اعتزال؟ لا. كان عايزين يعمل لي ماتش اعتزال انا وشطة. على اساس ان احنا صحاب يعني. اه. وحبايت. طبعا لانا فقت ولا شطة. باكج يعني. اه باكج كده مع بعضك كده. خدوا ماتش اعتزال. كان ساعتها حسن الحمد كان عامل ليحة اللي بيتعملوش ماتش اعتزال بياخد مبلغ من الصندوق او حبا زي كده. زي معاش يعني او زي. بعد ما خدت اخدوا القرار وقالو لك وصير لك الخبر من الكابتن زيزو عادت مع كابتن صالح مع كابتن حسن حمديو ما معلقتش. او انت كنت عاوز تلعب. ايه قرار يضار في زينة بعد كده هل هروح على بره؟ قلت هلا هلا اقدر يلعب تاني ولا ما اقدرش يلعب تاني. ده اللي يدعب في زينة. اه. واخدت قرار ايه؟ انا اتعرض علي يلعب في اسماعيلي. اه. كابتن عارب الجليشا. ما قلت لا دلات العبار للقارب. عشان مشوار. اه مشوار. وبعدين. كنت لسه في الدراسة بقى. كنت لأ كنت بقى عام ماجستير. كنت عام ماجستير. اه. اه. وبعدين اه 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 اه. لقيت الماولين ما تعالك كان عندي برضه لسه مطرح المطرح مع الدكتور صيد مصطفى اللي ينهار عليك. الله يرحمه. فقالي طب ما تيجي تلعب في الماولين. اه. قلت له يعني انا بس تعال او خذ. فروحت فعلا أنه كان مستر مايكل إيفر مايكل إيفر يشاء برضو الحظ أنه نلعب مع الماولين ناخد الدور ولعبت قدام نادل آلي؟ لعبت قدام نادل زمالك لعبت أنا لعبت ماتشين اتنين بس في الماولين ماتشين اتنين؟ اتنين أنا رحت أول سنة رحتها ما كنتش بالعب في أفريقيا ما كنتش متأيد متأيد متأب عن نادلها فكملوا هما البطولة كسبوها السنة اللي بعدها ما كنتش بالعب حتى الدورة حتى برضو ابتدنا السنة اللي بعدها ابتدنا نلعب لعبت مبارات الزمالك اتعادلنا فيها 0-6 وبعدين سافرنا أفريقيا كانت بلد كده زنبابوي حاجات كده كانت ملعب فيها بسم الله ما شاء الله دي جالي فيها الروباط الصديقي الروباط الصديقي ومنها توقفت حياة الكروية انها توقفت الكرة تماما تماما حاولت بقالولي تعمل عملية ولا هتعمل ايه وقلت لهم بص انا كان عندي أمثلة بقى سابقة من الروباط الصديقي ده بس الزمان كانش حد حاجب يعرف الروباط الصديقي كان اقولك ده غضروف لا اه كان فيه الدكتور انا قلت قاعد سنتين بتعالج على ان غضروف وروباط داخلي وروباط خارجي وعمليتين عملت عمليتين اه واحدة من الغضروف الداخلي وواحدة الروباط الخارجي اه وبعد كده برضو مفيش فايد انزل اه يعني اقعد فترة اربع خمس داشرة بعدين انزل الملعب يا دوبك هم اسبوعين اتنين وهب تلاقي عشان العضرة بقى بتقوهاش واقوه يا سلام ده احنا كنا بنشتغل ده مختار ساعتا كان عنده برضو رباط صليبي وكان بيجي ديت معانا في الماولين يا اه كنا بنقعد بالساعات نعمل تنزل الملعب هم بيقولك تلات اربع تمرينات وتلاقي وهب راح تجدك خانتك تاني ترجع من اول السطر امتى خدت قرار بقى ان انت بش هتلعب كرة خلاص بقى بعدين ما تأكدت ان هو رباط صليبي ما قلتش اعرف ان هو رباط صليبي اما تأكدت مين الدكتور اللي شاهد يعني الدكتور كان مشهور جدا وهو اول واحد جيه عمل منازير في مصر بس انا مش فاكل اسمه من الاسر المصاب الشرقوي لا الشرقوي كان من ضمن العمليات عملي عملية اه لأ كان فيه دكتور متخصص في المنازير مشهور جدا يعني وهو الغد دلوقتي موجود بس انا للأسف مش متذكر اسمك كان وفيق مكاوي لأ قابليهم قابليهم الشرقوي لأ قابليهم الشرقوي مش شاكر مين والله كان هو اللي اكشف علي بالمنظر ولا عندك رباط صليبي على طول طيب شكرا كده خلاص انا الحمد لله زعلت ان امبطلتش في النادي الاهلي اه طبعا هل ندمت ان اتعبت النادي المقاولين ماتشين اه يعني مش هقول ندمت بس اه يعني لا يعني ما عشتش يعني بتعاوس تخلي مشوارك كده كان يبقى مشوارك لغاية يعني تبتدي في الاهلي وتخلص في الاهلي طبعا كان يبقى ومفردش معي قوي بس يعني الناس محترمة برضو جدا بتوع النادي المقاولين اكيد لا 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 وكان من عندهم فرقة جامدة اول اه بقول لك سيبنا الدوري سيبنا الدوري وافريقيا وافريقيا طبعا هل انت خدت حياتك يعني او انت تشبعت بالكورة بعد مشيت في النادي الاعلي ولا كان لسه انت جواك كده كنتقول لا ده انا ممكن ادي تاني وعاوز العب تاني لا بعد الرباط صليبي خلاص انا يعني فكرت اشتغل في التدريب بس اه ما جاتش برضو ظروف وعملت دراسات في دراسات كده من اللي هي سنة التسعين هل حسيت ان ما خدتش حقك في كورة القدم كنت ممكن تكمل يا اه يمكن اه يمكن اعتقل اه طيب بعد الاعتزال تفرقت طبعا لشغل لدراستك بقى وشغلك والكلام ده طيب قبل الاعتزال ايه اللي انت استفدتوا من النادي الاهلي في مشوارك 18 سنة؟ اه يعني حب الناس اللي بيشوفوك يتلموا عليك ومبسوطين منك وحسيت ان انت عملت حاجة في النادي ليك وللنادي انت على اتصال دلوقتي كل زمالك لحد ما مين من الزمالك اللي انت بتتكلم معهم على طول دلوقتي وكل فترة بتسأله واسأله عليك والكلام ده يعني شطة طبعا مصطفى يونس كابتن مصطفى عبدو خطيب الخطيب كده يعني ان هما الناس اكرامي ولون اكرام بقى لي فترة ما كلمتوش مختار مختار لانا كنت قابلته في قطر كان بضرب هو هناك ايو كان بضرب هناك وانا كنت بشتغل هناك كنت عندي شركة هناك في قطر اه اه انت شايف شغلك اللي انت اعتمدت عليه طوال حياتك بقى اللي هو دلوقتي انت مستمري فيه هل الكرة كانت وضعت من شغلك لو كنت تكملت في شغلك وكنت هتبقى حاجة تانية غير دلوقتي اه لا اه اه لو كنت في الكرة اصدقى الكرة سعديتك في شغلك اه اه لو اشتغلت من فترة طويلة قوي من غير ما تلعب كرة من غير ما لعب كرة لا طبعا كرة بتساعد ايه بتساعد كتير بتساعدك حاجات كتير يعني يبقى ان اسمك معروف يعني طيب بعد ما خدت قرار اعتزالك بعض الساعات بيشتغل انا قلت هاخد اعلام الناس انا قلتك هاخد تدريب الناس انا قلتك لقى هبص الحياة العملية بقى وابدأ اشتغلت انت خدت قرارك اتشغلت انا اه ما اشتغلتش في التدريب خالص اشتغلت سنة واحدة مع مين ولا فين؟ في نادي الشمس في نادي الشمس كان اه مسكت فريق التحت 11 سنة سنة اكاديميات يعني اكاديمية وبعدين بعديها كان ساعتها مصطفى يونس هو اللي كان بيضرب نادي الشمس الفريق الاول فهو اللي كان جايبني اه بعد ما مشي راح ماشيين كل اللي جايبهم مصطفى يونس اه و كان بقى عندنا فرصة في الاهلي ساعتها كان ممكن اضرب طلال وبعدين من ناشئين بقى اه وبعدين مجاتش برضو مجاتش فرصة كان الكابتان احمد مهر اللي كان متولد مسؤولية كان احمد مهر كان مسكت رحمة الله رحمة الله اشتركوا في القناة